شاركت مملكة البحرين من خلال وزارة التربية والتعليم في المخيم الكشفي الدولية الثامن الذي قيب برعاية كريمة من صاحب السمو والشيخ للدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم الشارقة والذي يحمل شعار شارقة العاصمة العالمية للكتابة 2019 شاركت مملكة البحرين من خلال وزارة التربية والتعليم في المخيم الكشفي الدولي الثامن الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم الشارقة والذي حمل شعار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 وذلك في مفاوضية كشافة الشارقة بمشاركة يفود من 82 دولة من مختلف أنحاء العالم أن مشاركة وزارة التربية والتعليم في هذا اللقاء الكشفي الدولي يجسد عمق العلقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكان هذا اللقاء المبارك فرصة طيبة عرضت من خلالها الوزارة الجهود العديدة والبرامج المتنوعة التي يقوم بها الأبناء الطلبة والطالبات سواء من خلال جمعية الكشافة البحرين أو جمعية المرشدات ولا شك أن هذه الأنشطة تعزز قيم الولاء والانتماء وتعزز العمل التطوعي الإنساني في كافة المجالات وقد قام حاكم الشارقة أثناء حفل الافتتاح بزيارة جناح وزارات التربية والتعليم بمملكة البحرين الذي اشتمل على معلومات تبين الأنشطة التي تنفذها الوزارة عن طريق جمعية الكشافة البحرينية بالإضافة إلى تسليط الضوء على المسيرة التعليمية بمملكة البحرين وما حققاتها من إنجازات بفضل دعم ومساندة القيادة الحكيمة والمشاريع التطورية التي تشهدها إضافة إلى ما تنفذه جمعية كشافة البحرين من فعاليات وبرامج وقد نالت مشاركة كشافة البحرين في هذا اللقاء الإشادة والتقدير إن شاء الله مثل هذه اللقاءات تعزز جزوة المحبة والإخاء والصداقة وتجعل العالم أفضل بإذن الله من خلال دور الحركة الكشفية في ربط أواصر المحبة والود بين كل المشاكين بإذن الله في مثل هذه اللقاء مشاركة البحرين أيضا تأتي في ظل العلاقة المتميزة بين مملكة البحرين وبين دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادتين رشيدتين حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آنهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين تعرفنا على الكشافين من دول العالم تقريبا وعد 80 دول مشاركة واستفادنا من الدورات اللي قدموها لنا من المنظمة الكشفية نستفيد من هذا التجمع العالمي العديد من الخبرات اللي راح نكتسبها إن شاء الله من عدة دول المشاركة منها تبادل الثقافات التعرف على الثقافات المختلفة التعرف على الأنشطة الكشفية المختلفة المقامة في الدول المختلفة وطبعا فيما يخص مشاركة البحرين متميزين وهذا واضح من الركن اللي قاموه واضح جهودهم وبهذه المناسبة قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم رئيس جمعية كشافة مملكة البحرين بتقديم هدية تذكارية لصاحب السمو عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم الشارقة تمثل مجسما لمدرسة الهداية الخليفية التي تأسست عام 1919 وتعتبر أول مدرسة نظامية بمملكة البحرين كما أهدى إلى سموه هدية تذكارية عبارة عن عصى كشفية محاطة بعالمي البلدين الشغيقين من عمل كشافة البحرين ترجمة نانسي قنقر